سؤال ما هو المطلوب من الشيعي المنتظري أن يكون عليه؟ ما هو المطلوب من الشيعي المنتظري أن يكون عليه؟ الجواب وباختصار أولا صدق النية مع إمامه وثانيا علو الهمة في طاعته هذا هو المطلوب من الشيعي المنتظر أكان رجلا أم كانت امرأة على حد سواء تكليف الرجال والنساء في فناء إمام زماننا على حد سواء أعيد السؤال وأعيد الجواب السؤال ما هو المطلوب من الشيعي المنتظري أن يكون عليه؟ الجواب أولا صدق النية مع إمامه ثانيا علو الهمة في طاعته قطعا هذا الكلام بحاجة إلى تفصيل يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي فلقد تحدثت في هذه الموضوعات كثيرا وأنا لا أستطيع أن أجمع كل شيء في لحظة واحدة الحديث حديث مجمل هنا صدق النية مع إمامه علو الهمة في طاعته في طاعة إمامه سؤال آخر هل إدراك يوم الظهور هدف أم أمنية؟ نريد أن ندرك يوم الظهور ونقرأ هذا في الزيارات وفي الأدعية ونتحدث فيه فيما بيننا ونبحث عن كل صغيرة أو كبيرة تؤنسنا بهذا الموضوع وتجعلنا نصدق أننا ندرك ذلك اليوم فهل إدراك يوم الظهور هدف أم أمنية؟ الجواب إنها أمنية إذن ما هو الهدف؟ هل إدراك يوم الظهور هدف أم أمنية؟ الجواب إدراك يوم الظهور بالنسبة للشيعي المنتظر لإمامه بصدق وإخلاص؟ إنه أمنية إذن ما هو الهدف؟ السؤال الثالث ما هو الهدف إذن؟ الهدف؟ الكون مع الإمام بالنحو الذي يريد يريده الإمام أكان ذلك في زمان الغيبة؟ أم كان ذلك في زمان الحضور؟ ما هو الهدف؟ للشيعي المنتظر لإمامه؟ الكون مع الإمام بالنحو الذي يريد الكون مع الإمام لا أتحدث عن الكون الفيزيائي عن الكون المادي أن يكون ملاصقا جسديا لإمامه وإنما الكون بعقله وبقلبه مثل ما جاء في الحديث عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه في زمان الغيبة تكون الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة وفي زمان الظهور في زمان الحضور مثل ما قال الصادق صلوات الله عليه في وصف أنصار القائم من أنهم يكفونه في أنفسهم ما يريد يكفونه في أنفسهم ما يريد منهم صلوات الله عليه هذا هو المراد من الكون مع الإمام الكون مع الإمام بالنحو الذي يريد لأن العبادة جوهرها أن تكون بحسب ما يريد المعبود لا بحسب ما يريد العابد كذاك هي الخدمة لا بد أن تكون بحسب ما يريد المخدوم لا بحسب ما يريد الخادم هذه قضية دقيقة ودقيقة جداً الخدمة لا بد أن تكون بحسب ما يريد المخدوم لا بحسب ما يريد الخادم لأن الأمر إذا صار بحسب ما يريد الخادم هذه خدمة إبليسية وهذا هو الدين الإبليسي إبليس أراد أن يسجد لله لكن الله رفض وقال له يا إبليس أنا أريد أن أعبد من حيث أريد لا أريد أن أعبد من حيث أنت تريد فالعبادة تكون بحسب إرادة المعبود لا بحسب إرادة العابد والطاعة كذلك لا بد أن تكون بحسب إرادة المطاع لا بحسب إرادة الطائع لا بحسب إرادة الخادم ما يجري في أجواء الخدمة الحسينية أن الخدمة تجري بحسب ما يريد الخادم وهذه خدمة إبليسية أنا لا أقول إنهم لا يؤجرون عليها يؤجرون عليها لجهلهم يؤجرون عليها لتفاهة عقولهم فإن الحساب وفقا للعقول الحساب في الدنيا وفقا للعقول والحساب في الأخرى وفقا للعقول هكذا علمنا محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فإن الحساب في يوم القيامة وفقا لعقول العباد وهو هو الأمر في حياتنا الدنيوية بحسب قانون التوفيق والخذلان فإن القانون يطبق على الجميع بحسب عقولهم فهؤلاء يؤجرون على خدمتهم إذا كانوا صادقين إذا كانوا مخلصين في خدمتهم يؤجرون على خدمتهم لكن الخدمة هذه لا يريدها الحسين الحسين يريد خدمة بحسب ما يريد وإنما يكرم خدامه كرما وجودا منه فإن خدمتهم هذه بحسب ما هم يريدون ولذلك بكاؤهم على انقطاع خدمة الزوار خدمة الحسيني لا تنقطع خدمة الحسيني تكون في العقول والقلوب خدمة الحسيني تكون جزءا من حياتنا إنها خدمة صاحب الأمر خدمة الحسيني هي خدمة صاحب الأمر لا يوجد شيء اسمه خدمة الحسين إن وجد بحسب ثقافة العترة لا بحسب ثقافة الشيعة الطوسيين بحسب ثقافة الشيعة الطوسيين هناك شيء عنوانه خدمة الحسين بحسب العترة الطاهرة لا يوجد شيء عنوانه خدمة الحسين هناك شيء واحد عنوانه خدمة صاحب الأمر وإلى هذا يشير إمامنا الصادق لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي فلم يترك ثانية لخدمة يقال لها خدمة الحسين فأين أنتم ذاهبون هذه هي أسرار الطفوف هذه هي أسرار الطفوف يا من تسألون عن أسرار الطفوف وليس هذا الهراء الذي يضحك به عليكم أصحاب العمائم يملؤون رؤوسكم بقصص قروية وبسيل من الأحلام والرؤى ويجعلونكم واقفين في مكان ما هو بالمكان الذي يريده الحسين يملؤون رؤوسكم بحكايات تجعلكم مصرين على أن تستمروا في خدمة زوار الحسين وحينما تنقطع الخدمة تبكون على انقطاع الخدمة خدمة زوار الحسين لا بد أن تكون في برنامج التمهيد لصاحب الأمر لا بد أن تكون جزءا من الخدمة المهدوية تلك هي الخدمة الحسينية التي يريدها الحسين لكنكم معذورون فكل المنابع التي تغذي عقولكم من المنابع الطوسية القذرة من المنابع الطوسية التافهة من المنابع المرجعية السستانية السفيهة هذه هي الحقيقة من الآخر بنحو سريع أعيد قراءة الأسئلة وقراءة أجوبتها هذه أسئلة مبنائية ضرورية أساسية والإجابات عليها كذلك إنني أخاطب كل شيعي منتظر وأخاطب كل شيعية منتظرة ولا شأن لي بغير هؤلاء ما هو المطلوب من الشيعي المنتظري أن يكون عليه أولاً صدق النية مع إمامه ثانياً علو الهمة في طاعته في طاعة إمامه السؤال الثاني هل إدراك يوم الظهور هدف أم أمنية؟ الجواب إنه أمنية وما هو بهدف؟ السؤال الثالث ما هو الهدف إذن؟ الكون مع الإمام بالنحو الذي يريد أكان ذلك في زمان الغيبة؟ أم كان ذلك في زمان الحضور؟ نذهب إلى فاصل موسيقى